لو يسألك سائل ويقول هل أنت موحد؟ إيش تقول؟ يقول ما هو التوحيد؟ يقول بين لي التوحيد كيف أكون موحد مثلك؟ ما هو التوحيد الذي أوجب الله سبحانه وتعالى على العباد؟ والذي كفار مكة أبو أن يقول به يعني أبو جهل يعرف التوحيد صح؟ والله يعرف وأبو أن يقول لا إله إلا الله فرعون أبا أن يقول فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام أبو جهل رأس الكفر يعرف التوحيد وعندنا أناس يدعون الإسلام ويناعرف التوحيد الآن لو جاءنا كافر وراد الدخول في الإسلام هل يكفي أن يقول لا إله إلا الله بلسانه؟ والله ما يكفي لابد من قول وعمل واعتقاد إذن التوحيد ما هو؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذا معنا أن التوحيد ثلاثة أقسام القسم الأول من التوحيد توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير الثاني توحيد الألوهية توحيد العبودية توحيد العبادة هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله أو إفراد الله سبحانه وتعالى بأعمال العباد الثالث توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيله من غير تكييف ولا تمثيل يخوان نحن طلاب الطالب يحفظ التعاريف التي أتى بها العلماء كما هي حرف بحرف لو قلت في تعريف الأسماء والصفات من غير تعريف ولا تعطيله من غير تكييف ولا تشبيه التعريف خطأ إذن لابد أن نضبط التعريف الشرعية كما ذكرها العلماء أصبحت عالم عرف اللي تريد أما الآن أنت عالم أو طالب طالب لابد تسير على التعريف التي ذكرها العلماء والله أعلم